اهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنقل اعزة في هذا اللقاء الخاص الذي نتناول فيه الاوضاء الانسانية بمدينة كسلة خصوصا مراكز ايواء نازحين التي غمرت هالمياه بعد حطول الامطار الغزيرة على مدينة كسلة صباح يوم الجمعة نتناول هذا الامر مع الاستاذ حمرور حسين الناشط في المجال الانساني اهلا ومرحباك استاذ حمرور كيف هي الاوضاء الان بكسلة خصوصا مراكز ايواء نازحين بعد حطول الامطار الغزيرة التي غمرت تقريبا كل احياء مدينة كسلة نعم الامطار الجهد المطرة دي الصباح الساعة خمسة صباحا استمرت لاكثر من ساعتين وكانت يعني امطار غزيرة ممكن غابت هذه الامطار عن كسلة من 2003 وغمرت كل الاحياء يعني احنا الان هستي موجودين ممكن في حي قريب نسوق يعني حي الدرجة في كسلة يعني الشوارع دي كلها مليانة موية وبالاضافة لذلك انه يعني الكهرباء قاطعة والموية ما في ذاته لكن اللشيل خلانا نحن ننتبه انه المراكزة بيوعي عن الخيام المعمولة في الصناعية في المدرسة الصناعية وفي مدرسة في الهيكل في مدرسة عمر الحاج موسى وفي خلف المستشفى السعودي في كسلة الخيام الشفية يدوى للنازحين من السنجة وسنار ومن مدني ومن المناطق التضرد بالحروب يعني الان وضعهم صعب جدا شفنا في خيام دي كلها غمرت يعني بمياه الامطار وما شايفين انه في مجهودات بزلت من غبل الاسلطات لانه ما في حركة تواصل بين الناس لكن انه ارى انه الوضع لابد انه يكون في تفكير اخر لوضع النازحين في كسر يعني النازحين دي للخيام دي للخريف هو هذه هي بدايات الخريف انا يعني خطى جولة ميدانية للمراكز الايواء للنازحين في مدرسة عمر الحاج موسى والكتلة الخرصينية وجدت انه في 1800 شخصي موجودين في المركزة ومنظمة التلاويت التلاويت وبمساعدة بعض الخيريين في الداخل والخارج هي غيمة بالمطبخ المركزي لهذه المجموعة المتكونة من 1800 شخصي فيهم تقريبا 350 طفل مشاهد دار اشوف المجمع التاني هو مجمع صعب جدا هو الشيادو حديثا انه مركز يواء خلف مدرسة خلف مصطشفة كسلة السعودي ما اقدرت اقولش لانه المنطقة يعني فيها موية ووضع شوي كده صعب يعني صعب من ديل ديل يعني الخيام الموجودين فيها الان دخلتها الموية لان وصوا يعني شيدوا النازل الخيام في حتة يعني في ميدان والميدان هو معروف فيه وهو تجمع يعني تجمع فيه المياه فديل هم الان الان محتاجين انه الناس يعني على الله غير تقدم لهم المساعدات لابد انه تكون في خطة بديلة انا كمان سمحت انه في يعني الوضع في مركز 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 يواء المدرسة الصناعية الوضع صعب جدا يعني انه حتى سمعنا انه قالوا فيه سمعنا انه قالوا فيه حالتين وفى طفلين فحالتين وفى مع معروف طفلين ولا طفل ومرأة المهم اللغوة المتضاربة فدي وضع بصراحة كده يعني اه وضع صعب جدا انا انا عملت الصباح يعني ممكن اعملت بس مباشر في الصفحة بتاعته هنا شتى المواطنين الموجودين في كسرة اذا كان زول عنده حوش فاضي يعني هيكل مبني مقفل ما فيه ان شاء الله كهربة المهم لابد انه وضع النازل عنده اه يفتح اه الناس يفتحوا بيوتهم للنازل هنا على اساس من غلوب من المنطقة تحت الخيم في الخريف ده يعني الخيم هذه ما ما الخيم الفياء المعايير الدولية المتبعة بها خيمة يشدوها كده ويسكنوا فيها اسرة كاملة معروف فيها كم نفر احنا والله يعني احتراما لحرمة الناس ما بنا حاول نجرب على الخيم لانه الوضع ذاته ما بيسمح لك بانه انت بتخش جوه بتخش جوه لتجي بجمعهم لانه وضعهم شوية صعب الناس يعني حتى التصميم بتاع الخيم يعني بطريقة كده ما ما منظمة وبطريقة فيه فيه اكتظاث كبير جدا للناس الموجودين في الخيمة انا اتمنى انه يكون فيه تفكير اخر للسلطات المحلية وللمنظمات الاممية العاملة في في يواء للنازحين انه تتعمل الخطط بديلة لهذه المسألة ان الخيم دي الان يعني اثبت تماما بانه يعني تم غمرت بالمياه في معاناة حقيقية للنازحين الموجودين في كسرة ولابد انه يكون في في حل يعني بالنسبة للنازحين في مراكز اللي هو باين انه المياه غمرت كل الخيم اللي هم متواجدين فيها الحلول الازعافية السريعة الممكن تتيم هسي شنو من وجهات نظرك يعني والله من وجهات النظرية لابد انه يشوفوا لهم اماكن بديلة يعني ده ما محل اصل بتاع سكن يعني ده ما محل اللي سكن يعني احنا الان في بيوتنا الموجودين في المياه خشة داخل المنازل يعني ما هيك يعني انه ذول يكون موجود في ساحة بعد مدرسة ولا في حتة مكشوفة مفتوحة يعني يعني كسلة دي كل الان كل الاحياء يعني يعني تم غمرع بالمياه يعني كانت امطار امطار غزيرة غزيرة جدا يعني زي ما قلت لك يعني ما شاهدتها كسلة يعني من فترة طويلة جدا فبالتالي لابد انه يكون في تفكير للاجلاء هؤلاء النازحين لأماكن اكثر امنا واكثر اكثر سلامة لهم يعني لكن كونه يجعلهم يعني في هذه الخيام في وضع بتاع ظروف تاع خريف ممكن تختلف عن الظروف الاخرى وفي ظروف استثنائية ذاته بمربيع يعني نازل غالبياتهم يعني جوبة بس بس شايرين يعني نفسهم جاين يعني ما عندهم الا المقدرة الاقتصادية ولا عندهم المقدرة اليوائية لنفسهم يعني تجيب على السلطات هنا بتتخص يعني اجراءات اه لمعالجة هذا الوضع لكن في مخترع ان احنا قد نمنعه لليوالي كسلة انه وقبل كده انا ذاتي طرحت الموضوع ده انه جامعة كسلة فيها يعني جامعة كسلة عندها مساحة كبيرة جدا عندها غاعات كبيرة عندها مباني تتوعب كل المجموعات الموجودة في المراكز المراكز اليواء انا ما عارف ليه انه مصيرين انه جامعة كسلة هي تكون مفتوحة ويحرم منا المجموعات الجنبهم يعني الان 1800 شخص الموجودين في مدرسة عمر الحاجموسة طبعا عمر مدرسة عمر الحاجموسة مجاورة لجامعة كسلة في 1800 شخصي دي الان قاعدين جزء كبير منهم قاعدين في الخيامة الغرقانة دي وجامعة كسلة غاعاتها ومبانية ضخمة جدا فهذه ما فيها زل انا بيتمنى انه من والي ولا يتكسلة يتخذ غرار صارم باغلاء هذه الجامعة وفتحها للنازحين عشان يعمل حل نهايي لهذه المشكلة العصيبة سمع يا استاذ يعني فيما يخص كسلة كسلة المدينة ذاتها المياح كانت كثيرة وزي ما قلت غمرت كل الاحياء هل في خسائر وهل في احصائيات تمت للخسائر ان وجدت والله طبعا لسه نحن ما يعني هو الشبكة ذاتها ضعيفة والناس ما قادرت يتواصل مع بعض على اساس انه تقدر يعني الناس يقدروا ياخدوا الاخبار الحقيقية عن احوال الناس وعن الاضرار التي يصيبها المواطنين في كسلة ولكن يعني هسيا احنا يعني انا اه ممكن ان عملت تواصل في في خارج كسلة في محلية يعني اروما مدينة اروما الان تم يعني تمت كسورات من غبل نهر القاش يعني الان القاش اه تكسر نفس الكسرة القديمة اللي كانت اصيبت بها قبل فترة اه خش الاحياء السكنية وفي بعض المساكن والمباني تضررت في مدينة اروما يعني دي لدل شي صباحا اللي شاهدتم باشرة عبر صفحة بتاعة واحد زميلنا كده فصراحة كده هذي بتأكد بانه هي حكومة الولاية وبل السودان ده كله ما في استعداد لموسم الخريف يعني احنا للأسف شديد جدا يعني في الصيف كنا بنعاني والناس بيبكوا ويبكوا من العطش وينعدام الماء والان الان الان الناس بيشتكوا من غرغ وفيضانات وسيول جاري فتضربهم في 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 الاحياء فبالتالي لابد ان يكون في خطة بديلة ويكون في نداء عاجل للسلطات المحلية اذا ما قدر يعني التعامل مع هذه الكارثة واجب عليها ان تفكر بديل يعني تجلوا في مناطق اكثر امنا وممكن تشيل المواصنين ديل ترحيلهم توديهم في في فيولاية البحر الاحمر في منطقة ما فيها سيول ما فيها امطار لغاية ما تنجلي هذه الازمة التي يعاني منها الشعب السوداني سمع استاذ على ذكر نهر القاش يعني كما ذكرت انه الامطار دي بمعدلات غير مسبوقة اكيد طبعا الامطار دي برضو حطلت في الهضبة الاسيوبية هل متوقع انه نهر القاش يعني ممكن يجي بكميات بتاعت مياح كبيرة وخطورات شنوع عليه السكان في كسلة والله طبعا الامطار هي غالبا ما تكون يعني الامطار اللي بتحطل على ولاية تكسلة هي مرتبطة بتضاريس المنطقة يعني هي ستكون هي يعني تكون اكثر غزارة في في الحدود الاريطرية اللي ينبع منها نهر القاش فبالتالي لابد ان يكون في استعداد تام لمواطني كسلة ولابد ان يكون في حيطة وحظر بخصوص نهر القاش يعني نهر القاش ممكن ينكسروا زيدا للطينة بل لكن انا بعتقد انه الناس لابد انه الان احنا محوجتنا الاساسية بانه نكون اكثر انسانين تجاه الاخواننا النازحين الذين اتوا الينا من ال من ال من 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 ويلات الحرب يعني دي هي الازمة الحقيقية انا الشايفة هي الكبيرة لانا ممكن كسلة تكون شو غاية نوعا ما مؤمنة اكثر من باقي المحليات من نهر القاش يعني بعد الخطة بعد الفين وثلاثة في تم بناء جسر قوي جدا ممكن بيحمي مدينة كسلة من فيضان القاش لكن المحليات الشمالية يمكن اكثر عرضة لفيضان القاش يعني قبل ما ان يبدأ الخريف زادته جاية القاشة الاولى كده في ترعة اتكسرت وغرقت مدينة ارومة قبل اسبوعين تغريبا ومواطني ارومة دخلت جوة ارومة ورمت البيوت وفي مواط المواطنين ذاته ماتوا وقعد عليهم منازلهم يعني فما في استعداد للأسف الشديد جدا من السلطات المحلية لموسما للخريف ولا يعني امر المواطن البيعاني ويلات الحرب وادمات الويلات الحرب ووضع الاقتصادي الصعب اتمنى انه من الولايات الاكثر امنا يعني ما ممكن ما في يعني خريف زي ولاية البحر الاحمر لابد انها يكون في يعني بجهد مخيمات للنازحين يعني الذين يعني يعنون الويلات هنا في في مدينة كسلة لان الوضع بتاعهم ده يعني وضع بتاع خيم ووضع بتاع بتاع الرواكيب بيأسيس فيها ده كله كلام فارغ يعني المطلوب انه المواطن ده بيحتراموا لابد انه يكون في مبنى بزي ما خرج من مبنى ويكون في مبنى يلغم مغامه اتمنى يعني من السلطات في برسودان انها بتوجد مدائل للنازحين البيعانوا من ويلات الغرق وويلات الازمة السكنية فاني اتمنى منه يكون في تفكير اخر يعني يكون في في تفكير اخر من حكومة برسودان على اساس انه تنغذ هؤلاء الناس يعني ما ممكن الخريف دي بدايات وانت تقاعدهم لي في في صقيعة سايب يغرقوا فالمسألة دي ما مسألة كريمة فانحنا نتمنع انه يعني علغة لكم يتم يجلى هؤلاء النازحين الى ولاية اكثر امنة وفي حتاد وفي مراكز ايواء بتحمي حياة هؤلاء المواطنين السودانين فبالتالي لابد ان تكون في حماية حقيقية ومساكن سابتة للنازحين على اساس انه يقدر يؤمنون من مخاطر الخريف بالاضافة لذلك انه غالبية الناس الذين اتوا الى ولاية من سنار ومن سينجا ومن الجزيرة هم من الطبغات المزارعين والرعاء والطبغات الكادحين الذين لا يملكون المغدرات المالية في ايجار يعني مساكن بتقدر بتحميهم من مخاطر الخريف فلابد انه السلطات بيتفكر تفكير سريع جدا على اساس انه تقدر يعني تعمل اجلاء من هذه الاماكن الى اماكن اكثر امنة وسلامة لهؤلاء الشرفاء من السودانين شكرا لك استاذ حمرون حسين كنت معنا في رادي اوضبنقة حول اوضاع النازحين بمراكز الايواء بكسنة بعد حطول الامطار التي امرت مراكزهم شكرا جزيلا واستاذ